السلام عليكم شراكم ان شاء الله تكونوا بخير والله العظيم غير توحشتكم والله العلي العظيم غير نحبكم وتوحشتكم بل بزاف انا بالكم كي نقعد شحال طول ما نديرش الفيديو نقعد كي المهبولة خصني حاجة اجغل حاجة رحت لي حاجة نقصة فيها نقلكم نحبكم نموت عليكم والفتكم والفت تعليقاتكم المشجيها ما عندي حتى تعليق سلبي كل تعليقات اخواتاتي كلها نحبها وطلع المورال ودلي الكوراج للامة ان شاء الله ربي يفتحها لي وعليكم يا ربي اللبنات قعدوا معايا الفيديو اليوم بزاف شباب كم يقولوا فيه جديد رحت للريف نحيت الزيتون نحيت تشينا نحيت السلق اليوم فيديو بزاف هاي اللبنات وش نقولكم انا عجبني الحال شعال عندي من لي رحت واقيله بالويكند لي فات حتى اليوم باش خدمت المونتاج يعني حتى نهرت عرقت ترقات لي رقت فيه الزيتون هكذا البنات قعدوا معايا كاين لي كيش كاين يعني كاين فيديو كيما دايما نديلكم فيه لزاستيوس فيه يعني وصفة سهلة اقتصادية سنعملتكم بنينا نقولكم مازاني نقولكم نحبكم بزاف يعني توحشتكم الله غالب كيما را كنت شفو رحت للريف ولاية البليدة نحيت الزيتون صبت الزيتون نحيته هاي اللي كانتشين اللي نوريلكم فيها هنا مازال ما يعني موجزتش بصحة كدكو لغير نحيت حبيبات وحلوة مشي مان بقارسة ما القريرة هي خضرة نحيتها ما شاء الله على بلكم كانكي بناتي نحبو هاد الاجواء تعريف ما شاء الله وهكذا لي التساع والارض وفلاحة نحب الريف نموت على الريف سوقتو هكا لي السكنوا على برا نموت عليهم كاشو واحدة تسكنوا على برا ولا تعرضني يعني نجي ما قولاش كامل لا لا شفو الله يبارك المالة السوق سكذاك والسلق يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نحيت شوية سلق هنا يعني كان في يدي في التليفون ويدي نحي بها ما قدرتش نحي مليح بصح نحيته على بكا بالورقة ونطم ديتهم معي الدار نحيت شوية سلق ما شاء الله كما يقولوا هاد البرهوش هاد هو لي يجي بنين وقعدنا تماره شفو رحنا مور الظهر قعدنا حتل يعني نحنا وقت الظهر هكذا قعدنا حتل المغرب شفو البنات يعني الشجور هادو ما ما فيهم بش كامل اخسارة فيهم غير ما شاء الله يعني غير ربح شفو نحيت زيتون نحيت حبيبات عزيتون ما كترت شوية شفو رحي لا نعرف نحيت الثاني الورق تشجرات زيتون البنات على بل يحبط سكر بصح وشنو يخلط شوية في التنسيون الناس اللي عندهم لاتنسيون تحهم مدير رجلية يعني سيبالابا لما ننصحش به صح لي عندهم لاتنسيون تحهم مليحة وعندهم شكور تحهم طالع يشربوه انا واش ندير لون نغلي الماء وندير وريقات من هادو من الورق تاع تاع زيتون تاع شجرات زيتون نديرهم في القرعة تاع الماء ونشرب يعني ما في حتاجو ما هو مر موالو وشنو يحبط سكر انا هادا يكني رجلي لي سكر انا عاودو كنعاود ولي نشربو ساعة كي يطلع لي سكر هكا باش ننظم روحي في سكر ديال يعني دايمن طالع كيما راكو تشيفو البنات شيفو زيتون نحيتو 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 خلاص نقدب عليكم وقلكم كنت معاك شو واحد كنت واحدة رحت واحدة ما عرفش نحيتلك هل نحيت الخضر لستو كبير جا نحيتو كيما راكو تشيفون عنفر في القراطة ع سعيدة يعني ما كنت رايحا نحيه ميكين حقلت امه وصبت بلي كينزيتون قلتو الله العادم غير نحيه ونسيه شوفو البنات حال ما شاء الله شوفو انا يكسر فيها بهادية تا الكسراء لي نعجنو بها الكسراء الكسراء كسرتو ديروه في الماء ديروه في الماء البنات ما تخلوش بلا ما بس كويك حالكم ديرو هكذا كسرو ديروه في الماء البنات يديه ولو ما ينشافوش كيما راكو تشوفو البنات كيما راكو تشوفو البنات وديروه في ديروه في ديروه او اللي يتبعو عند الفرماسيان دوك الرقاق تخدم به احسن يعني باش ما يكحلوش تفارتيك شوفو البنات كيفاش كسرتوكي ما راكو شوفوه في ديك الليلة غير جب لحقنا الدار في ديك الليلة اكتبت لكم في الكميونيتي وقلت لكم هدا وين جيت وضلت الزيتون قلت نكسرو باش ما نجس عليه حتى الغضوه الصباح يعود كيش ما يخسر لي ولا كسرتو كيما راكو تشوفو البنات وديروه في الماء وتقعدو تبدلولو في الماء شوفوه أنا خليته هنا واحد ست ايام ايه ست ايام وانا نبدله في الماء خمس ايام ولا ست ايام والله ما شفيت المهم هوي تبدأ متل تيام نهار التالت حتى نهار العاشر ونتي تبدليلو في الماء ودوقه كي الدوقه تصيبه مشي مر كل يوم تنقص المرانا ديالو كل يوم نقص المرانة ديالو نخلوه بـ 24 ساعة يعني من الوقت للوقت انا دايما نعاود نبدلو الماء في الوقت اللي يدرتون فيه نبدلو الماء وندوقو حتى شتو خلاص ديك المرانة راحت يعني هدا كل ما يولي معمر الزيت ما شاء الله فيه الزيت ما شاء الله والحبيبات الكبار اللي بنات شوفوه جدرت لهم جوسهم في هديك هاد العفسة هدي اللي يدي تشقق الزيتون هاي تتبع 7000 فراك في المارشي جوسهم كامل تما شققتهم يعني الحبات الملح اللي يكونوا كبار درتهم وحدهم وهذاك الصغير شقفته كامل بهاديك اللوحة هاديك ولا بالحجرة ولا بالمهرز واش عندك كسره المهم يتكسر وخلاص يتشقق كما راكو تشوفو شوفو درته في اليانا هادك الحبات الملح الكبار والاخرين درتهم في اليانا ثاني ونشل لهم كما دايما كو تشوفو فيها هكا بديت لهم من خمس ايام حتى الست ايام لو ما المهم ما شفيش ولا خمس ايام ولا الست ايام المهم حتى يقولوه مش شمرين لك الدوقي زيتون ديالك يقولوه مش شمر هاكدك وبعدها يعني الترقص تعود على الطريقة التقليدية تعزمان كامل اللي ما فيهاني كيفاش يقولوه ما فيهاش موات حافظة ما فيهاش لاسيد انا ما نقدبش عليكم ما نحبش لاسيد ما نحبش نبخي في اغين نخدم بالطبيعي احسن من اللي ما نخدم بالاستيناعي يعني بلاسيد ولا بكاش حاجة بيش ترقت ليه بالخفص لا لا نصبر عليها شهر شهر ونص هو يبدأ يترقد ما بين خمسة وعشرين يوم حتى الشهر ونص هاكده البنات شوفو بعد ما صفيتوه كامل كيما قطت لكم خمسة اخطات ولا استخطات وانا اشلل فيه كل يوم يعني ست ايام ولا خمس ايام وانا اشلل فيه بعدها جبت البلارات تعزجاج ديال وليه درتهم في البلارات البنات شوفو يستحسن يستحسن المال اللي يستعمله يا يكون تعلبير يكون المات على الآبار ولا يكون المال نغلوه مليح مليح حتى يغلي يغلي نديروه فيه سجم غرفة كيما انا عمرت القدرة ودرت فيها شوية تعخل وشي بزاف شوية وحزوج مغرفة داك تلاتها تعخل وخليتها غلات 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 مليح بعدها طفيت عليها حتى يتنحلها كامل داك الكاركير ديالها وشوفو ني ويوجدت في البلارات درت ديت خونشاكات عقارص رند وسنينة بتاعتهم ديتهم ما قشرتوش بارك شققتو بارك شققتو بالموس ودرت زريعات على البسباس انا هنا ما عنديش ذاك البسباس نسيت باش نحي من ها ديكت لازالية كنت فيها نسيت ما نحيتش يعني البسباس بسع الخطرات جاي ان شاء الله كينو ولي ان شاء الله بالويكان دل جاي نحي من ها البسباس ونزيد نحي زيتهم شوفو البنات بعدها خلطت الملح الملح لحسب الدوق ديالكم حبيتوا زيتهم تعكم مالح ولا حبيتوه شوية هاكدا وخلطوا الملح والماء هادا قطلكم يسحسن يكون ماتع البير ولا ما عندكمش الماتع البير ديروا الماء غليوا غليوا باش يتنحاملوا ها داك الكالكا عش ما يخسر لكمش زيتون ديالكم شوفوني عمرت البلارات ديالي وبعدها نزيد لها دوك شوية تعزيت مالفوقها زيت زيتون اللي بناتا درت لها شوية زيت زيتون وعلش نزيل لها زيت زيتون باش ديني هاديك لها كوش تعزيت مالفوقها باش ما يدخليش لهوا وكيم يقولو ما يخسر ليش هاكدا باش يحمي هاك زيتون ديالي مما يدخلوا والو يعني مادخلوا احتماد انت 27 so size واخذها ي��انون مائم الاوبرا diet ايضاحت期 الداخل لا اريد ان اصابح احضري اهhit muralla اربما المزجاج والرواقف الان صحي حبيت احضرت فيها كما الاخرى يعني كيف كيف رند زيت والقارص والسنينة بتاعتهم والماء والملح كما قلت لكم الملح انتم تتحكموا فيه تدوقوا حتى وين حبيتهم السوس حبيتهم مالح يعني كل واحدة كيفاش حبيت كما لي عندها لاتنسيومة تديروش مالح بالذات ولي تحب الملح الدير الملح لي ما عندها والو الدير الملح ما عندك حاجة خلطوه ببنك لما ما درتوش سخون درتو بارد سنيتو حتى برد كامل يعني بردتا اماما باش درتو بعدها نتفرغها كامل كما درت في البلارات الاخرين درتها في القدرة هذي تعال فخار هذي لاسوي فيها تعال فخار شوفون دو كوزيد لها شوية زيت الزيتون من فوق باش دلي هذيك لاكوش تعال الزيت من فوق ما يدخل لي حتى حاجة للزيتون ديالي يقعد فريشك ويقعد ما شاء الله يعني كما قلت لكم من الخمسة وعشرين يوم يبدأ يدخله طياب حتى يلحق شهر شهرون على حسب الحبات على الزيتون لا كانت كبيرة ولا كانت صغيرة هنا سكتو شوية زريعة على البسبس يعني زريعة على البسبس اختيارية حبيتو تديروها حبيتو ما تديروهاش انا علاجة للقوبر كانت اكتار البسبس بس يجي شباب الزيتون ديالي يجي حلو يجي للدوق ديالو شباب يعني البنات مام هذيك طريقة تعلحار اللي وريتها لكم تاني تنجحها مليار في المياه وبالخف يترقدوا ما تخافوش منها البنات تقدروا تحتفظوا بيها حتى في البلاكر مش يشرف في الفيرجيدر وما يخسرش معاكم بركي الجراحات تجبدو منها ديرو حاجة نقيقية وحاجة نشفة ويستحسن تكون تعلوح وتكون نشفة مليح مليح يعني نشفة تخيبية بشي بشي تدخلوا لهكاش مادة هكذا بشي تختر لكم لا لا لازم تكون كل ما تجي بدو تجي بدو بحاجة نقيقية بشي حاجة نقيقية مصخة ولا تدوقوا تعودوا وترجعوا لا لا هذو كتباية ما همش ملح يستحسن نحوهم تعلي الدوقي تعاودي ترجعي لا 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 هذي هي انا ما نحبش من قدمش عليكم هكذا شوفوا كيف اشغلفتها كامل بابييفيل وحطيتهم بجه خبيتهم في البلاكار من تحتها هذي قليلات على فخرتها في البلاكار من تحتها وكما قلت لكم الاخرين درتهم في الليلة يعني في بلاسة تكون مضلامة ما تكونش فيها الضوء هكذا البنات بعدها كملت كامل هذيك الدنيا ديالي تحرحيها لتعيبكم زيتون كنت حطيته فوق البوتاجي كنت نشوف الدنيا مسبكة على جلب فيه الزيت كل ما نحطيته في ديك البلاسة يعني وجدرت عاوت نحط كامل وين كان محطوط الزيتون نحط هذيك هالسرفيز ديالي تعكل يوم هادا خصلته كامل نقيته يعني كان نقيته بر كنايات توسوس من هذك الزيت اللي كان في الماتع الزيتون عاوت نقيتها كامل حكيت هذيك الدنيا كامل الدوزة اللي كانت ما كامل غصلتهم نقيتهم فحفحتهم رجعتهم يشعلوا عاوت رجعتهم كيما يقولوا يا منزين نقيل وكان يبقى البنات حبيت نقول لكم حاجة الناس اللي كان بزاف ناس يشتكيوا يقولوا بالوقت ما يكفي ناش الوقت في الدار تخطو المرالي عندها دراري ولا هاداوين عندها دراري يعني عندها واحد زوج ما يكفيهاش الوقت كيفاش ننظم وقتها وكيفاش نقي دارها ولا أنا نقول لكم البنات تشوفوا يعني يستحسن المنواط بكري على بلكم المنواط بكري فيه بباراكة سوى في الصحة ولا في الوقت ولا في كلش يعني نقدروا نقدروا بالمنواط بتاع بكري نفري وكان يشغالتنا ويقعد لنا الوقت على بلكم باللي كي يكون عندك هولد واحد مشي كيما زوج وزوج مشي كيما ثلاثة وثلاثة مشي كيما ربعة وهي رايحة على قد ما كانوا عندك دراري تكوني طايرة مع الطايرين نقول لكم نوضوا بكري وبكروا على بلكم كيتبكروا يكفيكم الوقت يكفيك الوقت للطياب يكفيك الوقت للشغل يكفيك الوقت لنفسك والجامي تهيني روحك الجامي تنسي روحك الجامي دايما روحك مع الشغل دايما كيما ستها الله يفي دارك ستها الله يفي ولادك تها الله يفي نفسك وما تنسيش روحك وما تحقريش روحك وما تتنازليش على حقك أبدا ما تتنزلي على حقك بس كنت أول في تتنزلي على حقك على بالك بلي واحد ما يرفضك وما كان حتى حاجة الدوم فوق صحتك اللي هي اللي تثالي فيها هذه هي اللولانية وهي اللاخرانية وبالنسبة للشغل للشغل تانية الشغل يكون مقسوم على أيام الأسبوع لبنات مش ينحطوا دنيتنا كامل في نهار واحد ولا نخلوها تسبك علينا كي ملكوزينة نخلوها تسبك ولا نكتروا الشغل علينا يعني ما نخدموش كل يوم لا لا شغلت على نهار واحد يكون يكون كما يقولو بطبع وشان يعني كل يوم نجوز على البيبان كل يوم نجوز على البوتاجي كل يوم نمسح للي بلاكاغ اللي عندي نمسح للي عندي كل يوم وش ندير كل يوم وش ندير سينو تقسمي شغلك على أيام الأسبوع زي ما عندك لحد عندي كوزينة نخدمها نحطها كامل من فوق التحتها وننقيها نباد نولي نجوز برك هذا مكان نعس على خفيف خفيف عندك تنين عندك تلاتة عندك سالانة عندك صانو تبسح لغبرة وتزيالها وتزياله وتزيالها نظوي خانيتها وحوادي عندك لاربع جياله وتزياله بعض values تتحميها في فوق التحتها وهكذا 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 ما تخلو الشغول يتراكم عليكم على بركم يتراكم عليكم الشغول تطيح في صحتكم أصلا التربية وعلصة قولوا اللي عندها التربية Bu Twitter اللي عندها دولارة صغيرة واللي عندها التربية اللهم المستعان الله المستعن يعني كل شي جوز الإنسان اللي لازم يصبر برك هذا ما كان ويحتسب كل شي عند ربي سبحانه وتعالى وبالعقل برك هذا ما كان باش فاتبتنيش الوصفة لبنات هنا نندير في لي كيش كي ما شتوني أنا نندير في لاباتة لي كيش البنات هاد لابات بزفها يلابات سابلي بزفها يلابات شتوني غير بش حبة ولاد الجج دارت لي دو كيش بزف كبار وتعافة مليار يعني كبار تعشينها منهم كامل وقعدوا حتى الغدوة من ذاك هكذا البنات شتوني وجدرت تبعولي ما فهمش تعاود تقولي في التعليقات نعاود نقول كامل الخياتي وشكاين ما فيش مشكل دايما نقول لكم بالتعاليق ديالكم راه يتفرحني ونعاود نجاوب كامل البنات هنا درتها في الفريجي دار ما بدنا نجد لها لا فخص ديالها هكذا البنات كيما كنتم قولكم سوختون المرالي عندها دراري لها دوين كيما يقولوا على بلكم البنات منعف لناس كيما أنا ولا لا لا أنا كل ما يزيد عندي مزيد نبطى باش نولف ديك ديك الحالة اللي نكون فيها طف في واحد يكون ولفت وحدها ولفت في دارهم في دارها غير وحدها مفشة في دارهم وبعدها يزيد عندها المزيد اللولاني عبك تبطى يدي فيسيل باش تولفي ديك الحياتة هديك شو تدخلي في اكتئاب تولفي باش تنضي بكري ولا باش يرقي نوضك وقت ما تولي ما ترقضي كيما تحبي ما تنضي كيما تحبي ما تاكلي كيما تحبي يعني يقولي وقتك كامل وليدك اللولاني بعدها يزيد جيك البيبي تاعك الدوزيا تاني هكذاك تقعدي شحال باش تولفي باش تولفي هديك عندك دوبيبي واحد كبير ولا واحد صغير واحد لازم له التربيع يعني رعاية خاصة وروحد شوية طيب باش تولفي وعلاش النساء قريب كامل النساء كل يام يزيدوا بيبي يدخلوا في حالة اكتئاب كيما بزاف نساء يدخلوا في حالة اكتئاب على جل ما يقدروش كيما يقولوا المسؤولية تزيد عليهم عندهم مسؤولية تعد دار عندهم تعد الشغول تعالي بيبي تاحهم تعالي الزوج تعالي العيلة يعني كل وحدة وكيفاش السخطولة كانت تخدامة بالراوز داخل يا حليل والله المستعان شوفوا البنات انا بناتي كيكونوا يقروا باش نقول نلحق على ديك العشية على بلكم الوقت بالخفي جوز باش نلحق على ديك العشية وان باش نقري بناتي مع العشية باش نوقف عليهم شوية شوية واش ندير نتصبح بكري نوجد الفطور نوجد نتخدم شغلي نقيد نيتي كامل نطيب الفطوري بعدها نطيب الفطوري وما نطيب في العشية هكذا سوف يجويه الوحدة ونص الزوج يكون شغلي كامل مفري وعشاتي طيبة سوف في العشية نقرني فرغة شغل وما نقعد نروبوزي كاش ساعة ولا نص ساعة بعدها يجو جيهي بالعشية تخرج جوية الخمسة واربعة هكذا تربح لي بها ونقعد معها في طابلة في السالون نقريها ولا نوجدها نحضرها ولا وحدة أخرى ولا أخذ ابنة يعني أنا عندي خمسة بنات لا يبارك ما شاء الله بشي كامل نقريهم البنات عندي كبار وعندي الصغار نهضر على هيبا يعني صغريت قراصة الثانية ابتدائي نوقف عليها يعني يكفيني الوقت ولا تكون عندها هي قراية وانا نكون ما زال ما كملت شغلي ولا ما زال ما طيب تعشاتي كيفش نفرق من نومين على بلك تدب دبي لا لا وحدي ينظم وروحه في الليل لبنات في الليل ديلي بروغرام في راسك قد وصبح نوض بكري نطيب في طوريها واش نطيبها واش نديرها واش ندير على بلكم كي تنوضوا مع صبح تنوضوا بروغراميين تنوضوا ما شاء الله يعني وقتكم سقطوا نوضوا بكري صلوا الفجر تقلوا شوية قرآن وتقعدوا هادي كيشغلكم جيبوها سوسوى ما شاء الله وشنو عندكم من الليل لازم ترقضوا شوية بكري هاكذا البنات وهدي هي تلموني توحيسكم هدرت ما حبيتش نسكت البنات وهدي هي ملكليكيش درت وحدها بالسلق ووحدها بالجاج بالجاج مرحي نقول لكم فيديو الجاي إن شاء الله نبقيكم بسلامة ودرت معها شربة شربة تعشعير نقول لكم فيديو الجاي إن شاء الله نبقيكم بسلامة سلام نخليكم في رعاية الرحمن سلام خياتي اشتركوا في القناة